اهلا بحضراتكم من جديد نطير بقى المعسكر النادي الاهلي في الدوحة ومعانا زميلنا كريم احمد ومعاد الوقت على الهواء مباشرة الاستاذ طارق انديل عضو مجرس ادارة النادي الاهلي والملقب بوش السعب اتفضل يا كيمو براحب بك يا كابتن وسامة طبعا كل التحية لك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان ودعواتك ان شاء الله باذن الله ودعوات كل جمهور النادي الاهلي الحقيقة معسكر مميز جدا 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 لفريق النادي الاهلي واستعدادات على قدم النصاق ينقصنا ان شاء الله كابتن وسامة التوفيق في تسعين ديابنى اعمالها ان شاء الله كون من نصيب النادي الاهلي طبعا ممكن قدمت للساس طارق انديل طبعا عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ويش السعدي كمان ممكن زي ما كل الحقيقة جمهور النادي الاهلي بيحب وطريق بيه طبعا ابرحب بيك في البداية وتحيات اكيد لكابتن وسامة مجود كبير الحقيقة من مجلس الادارة توفير من اكثر من رائع الحقيقة الفريق النادي الاهلي يا رب يكون مردوده كبير حطنا في الاجواء استقبال بقى الجمهور للمطار اجواءنا في قطر حتى هذه اللحظة لان خلاص احنا دخلنا في المرحلة النهائية حابب تولي طريق بيه اولا انتهاتي لكابتن وسامة والاجواء دي مش غريبة عليه يعني هو قاعد معنا 16 يوم قبل كده في كاسر عالم الاندية كتائم جميلة فالحمد للدنيا طبعا الاستقبال الجمهور المصري الاهلاوي اللي في الدوحة جمهور ليس له حل كالعادة يعني من او منزلنا من الطيارة خلال التدريبات حوالين الفندق زي المنظر ما كله شايفه يعني احنا دخلين حاجة مفرحة وكالعادة هو ده جمهور النادي الاهلي الحمد لله البعثة كلها برضو كعادة النادي الاهلي ما بيفرقش ان احنا في فقاعة او مش فقاعة احنا مش فقاعة لكن الحمد لله في التزام كايننا بالظبط فقاعة يعني او طبعا التزام من كل على فكرة من البعثة كلها يعني من مش شرط بس مش فريق كلها لا كل افراد البعثة حاسين ان عندنا ماتشان طبعا ده ما يفوتنيش ان انا اشكر الاعلاميين وقناة الاهلي والمجموعة كلها الموقع عندنا وكل القائمين عليه صلاحة مجهود غير طبيعي في التغطير نفسها يعني سواء هنا في الفندوق او اثناء التدريبات او خلافه يعني كمان نقطة مهمة جدا والحقيقة لعاب المنتخب الوطني واستقبال كلهم كمجلس ادارة النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وايضا كمان الجهاز الفاني اللي خرج اللعابة سريعا من الحالة النفسية طبعا العائدين بها دي كتنقطة مهمة جدا لابد ان احنا نتكلم عنها بصحك وفي حكتين دي جينات لعابة النادي الاهلي الحمد لله يعني ان هم بخرجوا من محطة على طول في محطة تانية بتكون مستنيهم فده يعني مش غريبة على لعابة النادي الاهلي والحمد لله تصالت دايما كابتن محمود الخطيب كمشرف على بقرة ورئيس للنادي بهم دايما ولقاء معهم على طول كل الكلام ده يعني بيدي احاق دايما بطبيعة النادي الاهلي طبيعة النادي الاهلي فان ابناءه سواء مع المنتخب او موجودين جوه النادي هم ابناء النادي الاهلي النادي الاهلي بيرعهم دايما يعني في نفس الوقات الحمد لله يعني اللعي بريجو والمعسكر ماشي تمامه انضمه للتدريبات فان شاء الله تبقى بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى اتفق معايا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون سره كبير طبعا بمأذرته الكبيرة وبتشجوه الكبيرة احنا يمكن تخطينا العدد المسموح لنا ممكن النادي الاهلي حجز او جمهور النادي الاهلي حجز التالت شمال ويمكن دخل كمان على ربع المدرجات الخاصة بنادي الارجاء تفتكر وشايف ان جمهور النادي الاهلي مع التحضيرات الفانيلة الممزة جدا يكون سر كبير ودعم كبير من اول دي الاخر دي ازا ما احنا عارفين طبعا دايما جمهور النادي الاهلي هو المحرك الاعظم لكل من يحمل فانيلة النادي الاهلي زائد اخلاص اللعيب ومجهودهم في الملعب والجهاز الفني وكل المنظومة كلها وزاي ما اقول لحضرتك والاهم من ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي بناده وربنا انهو يكون حليفنا ان شاء الله نشاء الله نفرح بعد المباراة وكل اللقاءات وفرحة كبيرة سواء هنا او ايضا كمان في جمهورة مصر العربية يا رب ان شاء الله بنشكر اكيد طبعا مجلس دارة النادي الاهلي لأستاذ طاري انديل على زي تصرحاته متفاعلين يا كابتن اسامة انا معاك كابتن اسامة بقى لو فيها استفسارات عن التدريب عن اليوم يعني انا معاك كابتن اسامة تفضل بنشكر اكيد الاساس طاري انديل عض ومجلس دارة النادي الاهلي وبنشكرك كريم شكرا جزيلا على التغطية الكبيرة جدا مميزة اللي حطت فيها دايما هنا جمهور النادي الاهلي في الصورة ودايما الاحداث والاجواء عندنا لحظة بلحظة